السلام عليكم ورحمة الله. إخوان كديرين تمنى وكوش يكون بخير وعلى خير إن شاء الله. عدنا واحد الفيديو اليوم إن شاء الله كي يجوني عليه بزاف ديال التساؤلات وأكيد بزاف ديال الناس بغوا يفهمو بغوا يعرفو شنو كي فاض الموضوع عادة. اكشير اشتارينا كيف العادة نديرو فيديو باش المعلومة تعمل جميع إن شاء الله. المهمة ليخوان هالطنوبيل هذي اللي احنا ركبين فيها اللي هي ميرسي ديس دو صنكات مع دناش الغراض بات طنوبيل هذي. اللي قصدين احنا في هذا الفيديو هذه هو جوج مواضيع مهمة اليوم إن شاء الله هذي نشرحوهم بالتفصيل و هذي نعطوه اهل الفكرة للناس اللي معنومش فكرة. الموضوع اللولة ليخوان ليه هو واش طنوبيل المانييل ممكن ترجع اوتوماتيك والاوتوماتيك واش ممكن ترجع مانييل. والموضوع الثاني اللي هو واش سيارة اللي عندها الفولا في الجهة اللي منية واش ممكن ردها لها في الجهة اللي سرية. ادور موضوع ديال الحلقة ليخوان واتبعوا معنا الفيديو حتى للاخر. كما اكتلكم اليخوان نبدأ بالموضوع ديال الفيتاس. واش ممكن طنوبيل اوتوماتيك ردها مانييل واش ممكن مانييل ردها اوتوماتيك. اول حاجة بعدها نهضره على واش يمكن او ما يمكنش. الموهمة ليخوان طنوبيل اوتوماتيك ممكن ترجع مانييل. والطنوبيل مانييل ممكن ترجع اوتوماتيك. ولكن شنو تيخصنا نبدله شنو تيخصنا نغيره شنو كيخصنا ندير الموديفكاسيو. واش الحاملية كتنجح اول ما كتنجح. نبدأ. اول حاجة ليخوان طنوبيل اوتوماتيك. طنوبيل اوتوماتيك فيها مشاكل او الاقديمة او لاشي حاجة بحلقات طلعت لي ندم فيها مشاكل. ممكن ردوها مانييل. شنو كيخصنا نغيره في هاد الحالة هدي. اللي كيخصي تغير هدي حاجة طبيعية يعني نقدرون نقوله انها كتتقام شوية رخيصة. وكتقام يعني يعني كتكون ميسرة بالنسبة للميكانيك اللي غادي يخدمها. عكس الى كانت مانييل وبغينا اردوها اوتوماتيك. واخر كانت اوتوماتيك بغينا اردوها مانييل. شنو تيخصنا اول حاجة كيخصنا الباطا فيتاس. هدي اول حاجة بعدها. الباطا فيتاس اللي كتكون ركبة اوتوماتيك. مبقاتش خدامها. الباطا فيتاس اللي كتخصنا احنا كتخصنا الباطا فيتاس. بالكيت ديال اللمبرياج اللي هو الفولاموتور. والبلاطو والدسك والبتي. هادو كيخص يكونوا يعني كيمشوا كاملين. يعني كان بطول الباطا. كان ركبو باطا مانييل بالدسك والبلاطو والفولاموتور ديالها. واخر ها هو المطور امر. شنو كيبقالينا؟ تيبقالينا حواج اللي هنا جيت المطور وجيت البدار. كيف ما كتعرفو. ولی الطنو بالل اوتوماتيك عنديها غي الفرنع اول قصيراتور. ما عنداش البيضارة ديال اللمبرياج. ولكن ممكن ركبو لها. اللمبرياج. يعني كتجييب البيضارة ديال اللمبرياج. ول всемποιه اصطnormاء ديالالفرن. كتخليها هي كتقدليها غي القرائعة. كتبدلايا القرائعة حيط القرائة ديالالالوداماتيك تكون مسدوده. يجب أن تكون محلولة لتعطينا الزيت حيث الكثير من الناس لا يصحبون بالزيت الفرن يجب أن تقوم بالقرعة لتعطي للفرن واللوم برياج و يخصنا الرجل بالبومبة بالزيت الذي تكون هنا جهة الرجل و يخصنا البومبة التي تكون لتعطينا الزيت اللابيتي لتعطينا الزيت تتعطينا الزيت لتعطينا الزيت و تحقيق أفضل من المانييل في هذه الحالة تكون مانييل مانييل سهلة و أخرى ما ممكن أن تردوها مانييل لتعطينا الزيت ولكن لا أتنصح أي شيء لأن الطنوبيل كيف مما نقوله يعني باللغة دينا غادي تعربزها يعني غا تخرج على الطنوبيل يعني ما كان نصح شي واحد انه يدير هذه القادية هاي يعني كيفاش كما كتلكم هالإخوان تخصك الكالكيلاتور هنا اللولانية كانحتاج غلا ميكانيك ولكن في التانية كانحتاج الالكترونيك منيك تحتاج الالكترونيك رمحلة كتلعب في الدماغ ديال الإنسان كيف ما كتعرفو ممكن تخيش شي عرق هاي حاجة تخرج على كل شي امويمي لو بيتي تردها اوتوماتيك كتدير نفس العملية اللي درتي في الماني يل تجيب باطا ماشي بالفولاموتور بالكون فيرتي السور والفولاموتور اللي كتكون لاصقا في البروكار عندها غسنة ما عندهاش دك يعني ما عندهاش فولاموتور ماني تيك ماني تيك كامل تيكون في الكون فيرتي السور واخر الرجل ديال اللون برياج كيف ما كتعرفو انتم الحاجة باش نخربوها سهلة ولكن باش نصيحوها عن الكالكولاتور الابواط فيتاس سوف تكون في هذا الجهة سوف تكون قدام الباز هنا يوجد رجل ثم تلقى الكالكولاتور الابواط فيتاس يعني هذه الاخوان فيها شوية الخدمة وشوية الضو ما كان نصحت شي واحد في هذه العملية وحتى العملية من الوتوماتيكر دهالمانيال لا نصحت شي واحد لان في كل تال حالتين كيبان معنتش في شوفا ديالو والطنوبيل تتبانديز عليها تامارة ويعني ذاك الشي لما تحتش بشي حرايفي اللي يكون فنان يعني را غادي يعني يقدرون نقوله غاي خجلك على الطنوبيل يعني الطنوبيل كاملة غادي ما تبقاش كم مكانت هذا الشي اللي كان ذاك الشي اللي اخوان انا غيكتلكم راه ممكن يعني ماشي شي حاجة اللي ميمكنش راه ممكن ولكن كجي شوية الخدمة عيانة هذا الشي اللي كان وانا مطمسحت شي واحد عندك مشكل فلوتوماتيك راتي تصلح كما بغي يكون المشكل فلوتوماتيك راتي تصلح عندك مشكل فلمانييل راتي تصلح يعني لا داعي لهذا الموديفكاسيو وهذا الشي اللي كتلكم اللي اخوان راتي تتقام بفلوس صحيحة يباش تعرفون هذا باهدرنا على الخدمة وشميتو ولكن تكلفة ركتكون قاسعة ركتفوت عليك واحد خمستاشر الفدرام ولا اكتر ولتن رسين الفدرام يعني في العمليات تبجوش ندازل الموضوع ديال الفولة اللي كتكون في ليمن واش ممكن ترجع لليسر هذي هالي اخوان تهيئ ممكنة لان هاد الحديد اللي تنقى عند هاد الفولة غليما يكون يعني خارج يعني الانجليز الدولة ديال الانجليز هي اللي كي تكون فيها الحديد تتكون فيها الفولة هنا لانها بحكم ان الطرقان عنهم واخر من كتكون الفولة هنا رسيسيستيم ديالها كامل مخدوم هنا يعني ممكن تحي دام له وتردها هنا. ولكن إذا كانت لدينا نردها هنا. رأينا نقطعه في الحديد ونقلسه تماما. من يمكن أن تكون الفولة لها. سيكون كامل مخدوم هنا. على أساس إذا كنت ترد الفولة هنا. نحن ندرنا هذه العملية الواحد. سبرانتر وقلت تقريب 10 سنين. كانت فيها الفولة هنا. وردينا هنا. هي فيها شوية الخدمة. وفيها شوية الخسران للفلوس. ولكن العملية ممكنة. يعني الحاجة ممكنة. يعني مشي مستحيل. وتا هي كتبت يعني كترد البومباد الفران. السيربو اسميتو. كتلت لها تييد الفران. هتييد الفران تيكونوا الهيتي واللي هنا. الابضارات دي اللون برياج ودك الشي راح بحال بحال. الفيتاس راح تيكون بحال بحال. يعني العملية الاخوان راح يعني خدامة. وتا هي شوية كتجي شوية قاسحة في الخدمة. ويعني بلاد من الأحسن يهرب الحديد اللي ما فيش. ما فيش هذا الحمق هذا. خد طنوبيل عادية. فولا ديالك عادية. اوتوماتيك خليها اوتوماتيك. مانييل خليها مانييل. وكينشي ديفو يعني را كيتصلح را كي ما باي كل مشكل كيتصلح. وبنادم غير يعرف يعني فين كيمشي وشنو تيدير واتشي اللي كي. هذا هو الفيديو ديالنا الاخوان ديال اليوم ان شاء الله. وغدين دير واحد الفيديو في الحلقة الجاية ان شاء الله غدين شرحوا. اللامبات. اللامبات اللي كي شعروا في الطابلو ديال دوس صنطروا. كل واحدة لاش كاتصلح. ويعني واش كينا خطورة واش ما كيناش خطورة. يعني تسنوا الفيديو ان شاء الله تنعودون صورة و باش نحطوه لكم. اشتركوا في القناة